موسيقى في تفاصيل صغيرة ما منفكر فيها لما منوصل على عرس أو إيفنت كبير ولكن بتعمل فرق كبير وبتسهل الأمور على الجوف وكمان على أصحاب المناسبة من هالأمور وجود هوستيس واليوم موضوعنا بويندو ودن بها الإطار رح نتعرف على صاحبة شركة سيني إيفنت باسكال جوغو أهلا وسهلا فيك باسكال اليوم عم نستضيفك يمكن لتالت مرة بهالفقرة يوم من الصعب أن نوصل على مناسبة ونلاقي فيه هوستيس حتى يستقبلونا ويسهلوا الأمر علينا يعني صارت من الإشار الأساسية أنه نلاقي هالهوستيس حتى يستقبلونا أنتو من أي متى موجودين؟ نحن موجودين من 2008 يعني تقريبا صاروا خمس سنين ومنحنا عنا سيرفيس هوستيس وكوردينيشن كمان هوستيس البنات اللي بيستقبلو على الاستقبال شباب وبنات ويسهلوا العملية هيك ما بيصير يعني بيصير في نزام أكتر ووقتها يعدوا على الطاولات ويأخذوا كلهم محلاتهم بدنا نحكي عن الهوستيس والخدمات اللي بيقدموا ولكن استغربت شوي لما سمعت هوستيس ما يعني كوردينيشن؟ انتو بتهتموا كمان بالتنسيق؟ كوردينيشن هي العرسين بيكونوا هنا محاضرين كل شيء نحنا منتعادهم من التركيب من الصباح ومن دال معهم لا يخلص العرس منكون موجودين هنا لأنه بيكونوا مجغولين بالعرس والأرايب فنحنا إذا صار في أي مشكلة على الأرض نحنا منكون موجودين ونتأكد أنه كل شيء متل ما هني طالبينه قلت The Day of the Wedding يعني نهار العرس نهار العرس بدنا نعرف التفصيل شو الاشياء اللي بتعملوها والخدمات اللي بتقدموها بنهار العرس ولكن بعدنا نتوقف للاحظات اشتباكات الليلية عنيفة عند الحدود الشمالية ومقتل مواطن في منطقة البقيعة بنيران مصدرها الجانب السوري الراعي للمسؤولين هل يرتاح ضميركم لإضرابات المعلمين واقفال المدارس بسبب التباطئ في إقرار السلسلة وأين ضميركم حين يتفشى السلاح غير الشرعي وتتقلص سلطة الدولة هيئة التنسيق النقبية تصاعد وتدعو إلى الاعتصام أمام المدارس الخاصة واتحاد المؤسسات التربوية يؤكد أن الدراسة الاثنين عادية البحث عن قانون انتخابي جديد مستمر وجملات يؤكد التنسيق مع المستقبل بهدف توصل إلى مشروع قانون توافقي أوساط مقاتي تشير إلى أنه قد يذهب في معارضته الأرثوذكسي إلى حد مقاطعة أي جلسة عامة لتصويت على هذا المشروع المعارك تتواصل في مختلف المناطق السورية والولايات المتحدة تدين القصف الصاروخي على حلب واشنطن واليابان تستعدان لنشر رادار أمريكي يمنع أي تهديد من صاروخ يمكن أن يطلق من كوريا الشمالية هذه الأخبار وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم ابقوا معنا نرجع مشاهدينا لويندو وادنغ مع ضيفتنا باسكال جوجو صاحب شركة سينيي إيفنس قبل الوقفة كانت تشرح لنا باسكال شو يعني كوردنيشن شو هو التنسيق اللي بتم بين العرسين إذا بدك بنهار العرس أنتو بتكونوا موجودين بها نهار لتعملوا شو شو المساعدت نحنا بيصير من نسيق مع السبلايرز اللي بيكونوا موجودين بيصير يعني العرسين بيعطونا كل شيء انفورميشن شو طالبين شو اللي محاضرينو ونحنا من منأكد أنه هول التفاصيل كلها عم تتطبق نهار العرس وما في أي مشكلة ومنعمل معهم مثل سكاتجو ولا العرس هنه أي ساعة بيفوتوا يعني كيف كل شيء الأوقات بتصير يعني موجودين انتو من بداية النهار من وقت التركيب لما بيصالوا السبلايرز اللي يعملوا كل السيت اوب لنهار وهم بتكونوا انتو منسقين مسبقا مع العرسين هندي شو طلباتهم كانت لأنه أكيد مش فاضيين خلال النهار إلا لنفسهم هون انتو بتستحنوا الموات يعني نحنا مثل من نريحهم هيدا نهار نحنا منهتم بكل تفصيل هيردي إذا كان في ودنج بلانر موجود باسكال أو إذا ما كاننا موجود لا ما بيكون موجود البلانر يعني نحنا إذا بديك مناخد محال البلانر لأن العرسين هلأ عم بيحبوا هني يزبطوا كل شيء ويروحوا يعملوا الأشياء فنحنا منكون البديلين بس موجودين لنكون حارسين أنه كل شيء يكون ممكن تاخدوا مكان نوعا ما أو إلى حد ما عن الودينج بلانر إذا العرسين ما حبوا يكون عندهم مديك بلانر وهني بنفسهم نحبوا ينسقوا أنت والعرسين قبل الوقت أنا بمسق أنا والعرسين وبساعدهم إذا بدون حيالة تفصيل أكيد وحيالة نصيحة هون بتكونوا موجودين على التركيب مثل ما أنا مع السبلايس خلال النهار فريق مخصص لهذا الشيء ومع بداية العرس أو الإفنت نكون فريق آخر كمية تا يستلم الأمور يعني فينا نكون مستلمين من الصبح تيم كامل عب يشتغل تيم كوردينيترز بيكون بنات وشباب مثل منعمل ديفايدنج دورك بيناتون وكل واحد بيكون مسؤول عن شغلة والعشية بكون موجودة أنا كمان مع تيم لنكون بالعرس نعم خلينا نرجع شوي للهوستيسي الهوستيسي صار أمر أساسي مثل ما قلت بكل عرس أو إفنت كبير وشو مكانت المنسبة لأنه بسهل الأمور مش بس على الجوف اللي راح يوصلوا إنما كمان على أصحاب المنسبة ما بيعطى لهم أنه الجوف راح يضيعوا وما يوصلوا على مكانهم بالوقت أعطينا فكرة عن الهوستيسيز عندكم بسينية إفنت نحنا الهوستيسيز كلهم شباب بنات طالبات جامعات كيف تترواحها عمارون؟ بين 18 و 25 وعشرين يعني هو مثل بارتايم جوب بيكون شي مهضومة بيعملوه بعد الجامعة وشغل مهضوم فنعمل ريكروتمنت في ريكروتمنت ونعمل جمعة ريكروتمنت من نقيون أكيد فيه كواليفيكيشنز معينين ونرجع 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 هون شو عم نشوف هون عم نشوف هون عم نشوف الزينة بالقرارس زينة الكنيسة يعني كمان نحنا منهتم أنه الفلور بيكون محل ريكب كل شيء و هون لما بتكون عم تنسقوا مع العرسين أو تنسيق تنظيم العرسة نعم من البداية أنتو تقدموا هالسيرفيس انو بتنسقوا مع العرسين إذا ما كان فيه ودين فلانر هيدا سيرفيس نحنا منقدمه إذا بيحبوا يكون عندو كواردينيتر أو لا فيه ثيمز معينين هنا منشوف في عنا كمان هلأ سيرفيس الايباد إذا العالم بيحبوا بدل كرميل الهوستس عم نتبع الهاي تك فعنا التطور التكنولوجي يعني بدل ما يكون فيه ورقة ورقة مع الهوستس موجود الهوستس موجود الهوستس هايك بتسهل الأمور كمان على الهوستس نسهل كتير الأمور على الهوستس شفنا أنه فيه ثيمز موجودين بهالإبانس قد تتدخلوا بتفاصيل الثيم يعني هل كمان الكوستيوم أو اليونيفورم اللي بتكون لابستو الهوستس بيتبع لموضوع العرس أو الإبانس مزبوط فيه مجموعة كوستيومات حسب العرسين هنه شو بيحبوا ينقوا يعني بيت إذا بدون كوستمايز بنعمل لهم كرمال يكون متبع للثيم وإلا فيه مجموعة بنقوا بيناتها فيه يونيفورم زكتار رجعينا شوي لمؤهلات الهوستس اللي عندكم إن كان شباب أو صبايا في كثير شركات اليوم بقدموا هالسيرفز شو اللي بيميز الشباب والصبايا عندكم بسيني إيفنس نحنا الشباب والصبايا عندنا مثل ما قلت اللي كلهم تلميذ جامعات وطلبات جامعات فبكونوا بروفاشنال معملهم ترينيج أكيد يعني بيكونوا صوحب المفتحين يعرفوا سيروا الناس يحكوا أكثر من لغة يعني تطلبوا كل هالإشياء؟ أكيد هولي كلهم بالأبليكيشن اللي بيعبوها منطلبها أساسية كرميل بس يجي عالم يعرفوا يتفاعلوا تحت الضغط والعجقة بس يوصلوا كلهم سوا لأنه فرق كبير لما نصل على إيفنت أو عارسه نلاقي شخص مبتسم متمكن من حاله ومن المكان اللي موجود فيه بيعرف كيف يوصلنا وفرق كبير وين إنه شخص يكون مستحي ومش عارف بزبط شوان بيعمل مزبوط لا بيكونوا أكيدين بيكونوا وسئين من حالهم بيكونوا مثل ما قلتلك محضرين حالهم لتحت الضغط كيف يتصرفوا بـ professional إذا صار في حيالها مشكلة صغيرة كيف يتصرفوا مع الوضع ومش إنه ما يكونوا قد المسئولية لكل الإيفنت أنتوا ممكن تقدموا خدمتكم؟ مزبوط مزبوط مثل شو؟ في عنا إيفنت إذا في دينيرز في لانشينج لبرودكتس كونفرنس فيه بروموشن كمان عنا فهذا بي كهوستسز يعني نحنا فينا نقدم لهم كل الخدمات هولي كم عدد الهوستسز ممكن تلبوا؟ في فريق يعني في فريق مخصص للبروموشن وفي فريق مخصص للأعراس والإيفنت ويعني تقريباً بيتراوح من الخمسين بنات فيه موجودين بشركة يعني ممكن تلبوا هالقد إذا طلب لا مليسة بوحدة جميلاً لعرس أو الإيفنت كم سبية بيكون مطلوب؟ نحن عم ناخد على كل خمسين شخص من قدم هولي يعني إذا كانت تقريباً العرس 300 من قدم لهم ستة هولي بيكونوا مرتاحين مش كتير هلأ هني خررين يطلبوا ما بدهموا يطلبوا أكتر أو أقل؟ هو كمينموم من بلش هيك بيكونوا مرتاحين أكتر بوقت العرس يعني ما بيكون في مضغوطين ودور الهولي أنه توصل بس على بداية الإيفنت حتى بس يوصلوا كله تجوف على أماكنهم أو بتبقى خلال السهرة كلها؟ إذا طلب في سوفنيري توزعوا إذا طلب في أكتفيتيتين عملوا هي ممكن تهتم فيها للشغل كله غير الاستقبال وتوصيل على الطاولات والأماكن اللازمة شو ممكن تعملوا الهوستيس؟ يعني غير الإيفنت مثلا للفرموشن إذا طلب يعمل وزيفة معينة بيقدروا؟ للفرموشن بيعملون بريف على البرودكت يلي بدون يكون عم بيعملوا له فرموشن ويصيروا مثل شغلتهم تقريبا سيلز يعني عم يعرفوا عن البرودكت وعم بيجربوا أفصلين منرجع شوي للفرموشن هنا طالة الصبية أو الشاب اليونيفورم شو بيكون؟ أو الكوستيوم؟ اليونيفورمز فيه حسب العروس شو بتطلبه العريس في عنا منفرجيهم كذا كوستيوم وهنا بنقوا بس إجمالا كله طيار وروب وإذا بدكن يكون تابع لثيم سيطة هن بيختاروا بتنسقوا أنتم والعرسين أداية قبل الوقت لازم يحجزوا الصبايا عندكم؟ كرمال الهوستيس بينحجز قبل بشهرين بس كرمال الكواردينيشن أفضل قبل بثلتو شهر أربعة شهر كرمال نضل متابعين إذا بدون نصيحة بشي ومنتابع معهم من الأول إذا بحب باسكال بتعرفي السئة كتير مهمة بهيك مناسبات خاصة السئة اللي بتنشأ بينهم بين العرسين من اللقاء الأول شو اللي بيميزين يا إبانس عن غير شركة؟ مثل ما قلت نحنا هيدا اللي بيميزنا نحنا بتربطنا علاقة كتير كبيرة مع العرسين من أول ما يوصلوا لعنا بيصير كتير الأصحاب وأول شي لازم تعطيهم الانطباع أنه تكون فرندلي معهم هيدا اللي أكتر شي بيميزهم هيدا اللي بيخليهم يساقوا فينا ويسلمونا يعني أهم نهار بحياتهم بتطلب أوقات العروس أو العريس إن يكون في هوستس أو هوست بس إلى جينيبون لقلهم خلال هنهار مميز؟ بينطلب أكيد من طلب من الصبح تكون معا عن الكوفار تكون بالبيت بس هيك بتريحها نفسيا أكتر إنه تكون حدا موجود هو عم بيقلها شو تعمل لأنه بتكون هي ملبكة هيدا بتكون غير باقت الصبايا الموجودين بالإيبنت إضافية؟ نعم أكيد أكيد مضبط شكرا لألك باسكال غوغو من خبر المشاهدين إذا حابين يتعرفوا أكتر على شركة سينيير إيبنت هوستس إن كورد نيشن الويبسايت صرته تعرفوا وما تنسوا الجيزة الكبيرة ممكن تربحوا عبر الويبسايت وقف أصير مشاهدين ومنرجع لكم